اشتركوا في القناة ويسرني أن أرحب بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج الذي نستعرض فيه بعض القراءات القرآنية وشيئا من تفسير كتاب الله يدور حول هذه القراءات القرآنية وكان الحديث قد توقف بنا في الحلقة الماضية عن أهمية تفسير كتاب الله وعلاقة ذلك بالقراءات القرآنية التفسير أيها لقوة المشاهدون والمشاهدات التفسير ثمرة معرفتنا لكتاب الله تعالى أنه العلم بمعاني القرآن الكريم وما أنزل من أجله هذا الكتاب الكريم وقد كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه و هو قدوة الناس في ذلك يبين للناس ما نزل إليهم و أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم و لما كان هذا الكتاب الكريم أيها أحبة المشاهدين و المشاهدات كتاب ذو مقاصد و ذو أهداف سامية كان من الضروري أن نسعى إلى تحقيق مقاصده و أهدافه في حياتنا و إذا أردنا أن نتكلم عن مقاصد القرآن الكريم التي تحقق هدف التفسير فإن مقاصد القرآن الكريم يمكن أن نجملها في أربعة مقاصد هي كل مقاصد الفلسفة و الدين و الأخلاق قد جمعها هذا الكتاب العظيم يعني ما ترك شيئا من الفضائل إلا و بيّنه و دل الناس عليه و ما ترك شيئا من الرذائل إلا و حذر الناس منه فرسم الحياة السليمة و رسم الحياة الكريمة للناس فيمكن أن نقول أن مقاصد القرآن الكريم هي أربعة مقاصد مقصدان نظريان و مقصدان عمليان تثمرهما هاتان المعرفتان النظريتان إذا قدر لهما أن تثمرا يعني القرآن له مقاصد منها مقاصد نظرية و منها مقاصد عملية تكون نتيجة لهذه المقاصد النظرية فالمقصدان النظريان للقرآن الكريم هما معرفة الحق و معرفة الخير الحق جاء في كتاب الله و الخير جاء في كتاب الله فهو الذي يدلك على الحق و هو الذي يدلك على الخير فهذان المقصدان نظريان إذا أردت أن تعرف الحق في قضية الإيمان بالله و ما يجب للحق تبارك و تعالى و ما يجوز في حقه و ما يستحيل و كيف نعامل ربنا تبارك و تعالى كيف نعامله تبارك و تعالى هو الخالق و هو الرازق و هو المنعم و هو المتفضل كيف نؤمن به كيف تخبط له قلوبنا كيف تستكين له جوارحنا كيف نؤدي له شعائرنا هذا كله يدلك عليه القرآن الكريم إذن الحق في القرآن وأنت مطالب بمعرفة الحق كما جاء في القرآن الكريم بداية من قضية الإيمان بالله والتوحيد وبداية و نهاية بالأخلاق والفضائل التي ينبغي أن تكون عليها أو يكون عليها حالك ليكون القرآن هو خلقك فالمقصدان النظري أنه معرفة الحق و معرفة الخير لكن المعرفة وحدها لا تكفي لا بد أن يكون مع المعرفة عمل و لا بد أن تثمر المعرفة عملا و سلوكا يتمثله الإنسان في حياته و لذلك قلنا إن ثمرة معرفة الحق هي اعتناق هذا الحق و التزامه و ثمرة معرفة الخير هي فعل هذا الخير يعني إذا كان القرآن يدلك على بر الوالدين و على بر الوالدين و على سلة الرحم و على الإنفاق في سبيل الله و الإنفاق على المساكين و المحتاجين و على التسامح و الأخلاق الكريمة فإن هذا إذا عرفته لا بد أن تسعى لتحقيقه في حياتك و أن تعمل به ليكون القرآن هو حياتك ليكون القرآن هو سلوكك فهذه المقاصد التي جاء القرآن الكريم لتحقيقها في حياة الناس لا يمكن أن نتوصل إلى هذه المقاصد لا يمكن أن نتمثلها أن نعرفها أن نطبقها إلا إذا سعينا في معرفة تفسير كتاب الله و التفسير أيها الأحبة المشاهدون و المشاهدات ليس أمرا هينا يقوم عليه كل إنسان و ليس عملا محفوفا هكذا بسهولة و اليسر من غير أن يبدل الإنسان فيه جهده و من غير أن يدخل إليه الإنسان بالتقوى و الورع و العمل الصالح و الاستعانة بالله أولا و آخرا إذا تدبرنا في ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم لمعرفة أهمية التفسير و السلوك الذي ينبغي أن يكون عندنا و نحن تعاطى التفسير لتوقفنا كثيرا حينما نقدم على تفسير كتاب الله الإحساس الذي كان عند صحابة رسول الله عليه الصلاة و السلام و الهيئة التي كانوا عليها حينما كانوا يقدمون على التعامل مع كتاب الله و من هذه النحية كانت هي حالة الخوف و الوجل و أخذوا هذا من رسول الله صلوات الله و سلامه عليه يعني ما أخذوه هكذا من مكان آخر لا إنما أخذوه من كتاب الله و من رسول الله صلوات الله و سلامه عليه فتكون لديهم شعور خاص حين التعامل مع كتاب الله تفسيرا و فهما و استنباطا للأحكام الحديث في ذلك كثيرا يعني يكفي أن نذكر هنا حديث النبي عليه الصلاة و سلام من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار أسأل الله السلامة لي و لكم أيها المشاهدون و المشاهدات هذا الكلام يقوله رسول الله صلوات الله و سلامه عليه في سياق التحوط للولوج إلى عالم التفسير لكي لا يتطاول كل أحد يحمل أهواء و شهوات و رغبات و أجندة خاصة ليحرف كلام الله تبارك و تعالى لا ينبغي أن يقدم الإنسان على التفسير بعد أن يتهيأ لهذا الأمر معرفة و دراية و رواية ليعرف الصحيح من السقيم و سياق الآيات و دلالة الآيات و أسباب النزول و دلالة اللغة العربية في هذه المعاني التي يذكرها القرآن الكريم أذكر لكم أحبة المشاهدين و المشاهدات حديثا يصور لنا تصويرا دقيقا تخويف رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس من أن يلجوا هذا الباب من غير استعداد و من أن يلجوا هذا الباب من باب الهوى و الرغبات النفسية و الحاجات الخاصة التي لا تتوأم و لا تتفق مع شريعة هذا الإسلام و هذا القرآن الذي جاء هداية للناس هذا الحديث الذي أذكره لكم يرويه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه و يخرجه ابن حبان في صحيحه يقول فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما أتخوف عليكم رجل قراء القرآن يعني أنظروا أحبة المشاهدين و المشاهدات هذا الأسلوب الذي جاء في هذا الحديث يسمى أسلوب القصر كأنما الذي يخاف علينا منه رسول الله عليه و سلم رجل قراء القرآن كيف يخاف من رجل قراء القرآن هذا هو الكلام الذي نريد أن نركز عليه و أن ننبه له يقول الحبيب رسول الله عليه و سلم إنما أتخوف عليكم رجل قراء القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته و صار لدءا للمسلمين هذا الرجل غيره إلى ما شاء الله يعني غير القرآن الكريم و القرآن الكريم أيها أحبة المشاهدين و المشاهدات لا يتغير إنما الذي يغير معنى القرآن الكريم إذن هناك أناس يلجون على التفسير لا ليبينوا للناس الحق من الباطل و لا ليبينوا للناس صحيحة من السقيم و إنما ليقولوا قولا يخالف ما جاء به القرآن الكريم خدمة لأهوائهم و لغرض يبحثون عنه فالحديث في بقيته يقول فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام غيره إلى ما شاء الله ثم انسلخ منه و رماه وراء ظهره ثم خرج على جاره بالسيف و رماه بالشرك قال حزيف قلت يا رسول الله أيهما يحق بالشرك الرامي أم المرمي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الرامي أحق بها من المرمي الحديث هذا ذكرته لكم أيها الأخوة المشاهدون و المشاهدات لأنه يتعلق بالتعاطي و التعامل مع كتاب الله تفسيرا و تأويلا لمعانيه فلا ينبغي لأحد أن يقول في القرآن الكريم بلا علم و هذا الحديث الذي يذكر من قال في القرآن برأيه فليتبوى مقعده من النار فصره و شرح علماء الحديث أن المحزور هنا و الذي يتبوى مقعده من النار هنا في هذا الحديث و الذي يتصدى لمعرفة و لدلالات كتاب الله تبارك و تعالى على هواه ليس علاقة للتفسير المعروفة و ليس على منهج المفسرين الذين يبحثون عن رضى الله و رضى رسول الله صلى الله عليه و سلم تحقيق الإحقاق للحق و إبطال للباطل هذا ذكرناه لنبين مكانة علم التفسير في هذه العلوم الإسلامية التي كانت جميعها تخدم هذا الكتاب الكريم الذي جاءنا من ربنا تبارك و تعالى رحمة و هداية لهذه الأمة و لسائر الأمم إذن أحبة المشاهدين و المشاهدات بعد أن قدمنا لعلم التفسير و أهميته و أن هذا العلم مما هو بالضرورة بمكان لأنه يدلنا على معاني كتاب الله تبارك و تعالى فإننا ندخل اليوم إن شاء الله على شيء من التطبيق لما قدمنا سنتكلم عن أحد القراء السبعة و أحد المفسرين و نتناول آية من كتاب الله و وقع حول كلماتها اختلاف في القراءات القرآنية لندلل على أن هذه القراءات القرآنية هي من عند الله تبارك و تعالى كما قال رسول الله صلوات الله و سلامه عليه في الأحاديث السابقة لعمر و لهشام و لأبي بن كعب و لصاحبيه هكذا أنزلت هكذا أنزلت هكذا أنزلت فاليوم إن شاء الله نتعرض للقارئ الأول من القراء السبعة و هو الإمام نافع رحمه الله هؤلاء الأئمة السبعة اختارهم في الأول أبو بكر بن المجاهد في كتاب السبعة و نظمهم و الإمام الشاطبي رحمه الله في حز الأمان و إجهة التهاني في الشاطبية و بدأ بالسناء عليهم و الدعاء لهم يقول رحمه الله جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا و سلسلا فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا و العدل زهرا و كملا لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجا حتى تفرق و انجلا و سوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا تخيرهم نقادهم كل بارع و ليس على قرآنه متأكلا يعني هذه المقدمة الجميلة الرائعة الرائقة البديعة يثني فيها هذا الإمام على أئمة القراءات السبعة رحمهم الله و يقول هنك البدور التي انتشرت في السماء لتضيء للناس هذا سناء عظيم و هذا يدل على معرفته رحمه الله و على صلاحه و حبه لأهل القرآن و لمن يقوم على خدمة كتاب الله تبارك و تعالى فيقول منهم بدور سبعة أي كأنهم أقمار سبعة توسطت هذا السماء فرأاها كل الناس و اهتذا بها كل الناس فصاروا أئمة في هذا الفن يقول رحمه الله وسوف تراهم واحدا بعد واحد يعني سيذكرهم لنا السبعة واحد بعد واحد الإمام نافع الباب بن الكثير الإمام أبي عمر بن علاء رحمهم الله إلى آخرهم و يذكروا مع كل واحد اثنين من تلاميذه و راويه ليثبت لنا أن هذا العلم له أئمة يقتدى بهم فيه فأثنى عليهم و دعا لهم و بيّن مكانتهم و فضلهم ثم قال تخيّرهم نقادهم كل بارع أي أن هؤلاء الأئمة هم الذين وقع عليهم اختيار العلماء لدينهم و لضبطهم و لعدالتهم و لتوثيقهم و هم الذين كانوا حق بهذا الأمر من غيرهم فأول فأولاء الأئمة هو الإمام المدني الإمام نافع الذي ذكره قال فأما الكريم الطيب في السر نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا يعني الإمام نافع رحمه الله هو القاري الأول الذي اختاره الإمام الشاطبي رقم واحد من القراء السبعة و هذا القاري هو إمام أهل المدينة في القراءة و سنتكلم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة عن هذا الإمام نافع رحمه الله و عن رويه قالون و ورش و عن مفسر عرف ببراعته في تفسير كتاب الله و الإمام وهو حبر الأمة و ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رحمه الله و رضي الله عنهم أجمعين و نتكلم عن تفسير آية من سورة الفاتحة و وقع فيها الاختلاف بين القراءة في بعض كلماتها لنبين و ندلل بعد أن نرى الإمام نافع و مرتبته مع قراءة القرآن الكريم و الإمام عبد الله بن عباس و مرتبته في تفسير كتاب الله ثم نستعرض شيئا من ذلك بالتطبيق على سورة الفاتحة إلى ذلك اللقاء أحبة المشاهدين و المشاهدات أستودعكم الله الذي لا تضيع و لاعيه و أسأل الله أن أقاكم و أنتم على خير و عافية و أمن و أمان و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة